الصين حققت إنجازات كبرى سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الدولي على المستوى المحلي في تقديرنا أن النموذج الصيني يمكن أن يكون نموذجا صالحا لتتبعه الدول النامية الصين الآن بقيادة الحزب الشيوع الصيني آثرت الانفتاح على الريف والانفتاح على الريف أدى إلى تطوير الريف وبالتالي محاربة الفقر المتقع وانتشال مئات الملايين من الفقراء إلى دائرة الرفاه والتنمية في الريف وفي كل الصين هذا النموذج مهم جدا بالنسبة لنا في الصين وينبغي على كل الدول النامية أن تحذو حظو الصين في الآوين الأخير اتهدت الصين مبادرة لتقسين وتعديل الإجراءات الوبائية ودخلت الوقاية من الوباء ومكافعته مرحلة جديدة وتسارى إنتاجه والحياة للعودة إلى طبيعتهما وتتوقع عدد من المؤسسات المالية الدولية أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد للسين 5% في عام 2023 وأن تصل مساهماتها في نمو ناتج المحال الجمالي العالمين إلى بين 30% و40% قال السفر أمر صديق إن الاقتصاد السيني في عام 2023 سيشهد تحصنا كبيرا وسيحقق قفزات أكبر بالتأكيد ما حدث خلال الثلاث سنوات الماضية كان أمر يحتم فرض قيود والقيود لم تفرضها الصين لوحدها كثير من الدول فرضت هذه القيود والتأثير الجائحة على الاقتصاد لم يقتصر على الصين وحدها يعني لمس كل الدول في هذا الأمر الآن ونحن نترك وراءنا القيود التي فرضت في تقديرنا بأن الاقتصاد الصيني سيشهد طفرات كبيرة جدا كان النمو خلال الفترة الفاتحة حوالي 5% في تقديرنا بأنه قد يصل إلى 6% خلال هذا العام القيود الجائحة أثرت كثير جدا على التجارة الدولية وعلى حركة المستثمرين وحركة رؤوس الأموال وما إلى ذلك الآن يعني برفع هذه القيود بالتأكيد يعني أن نتوقع طفرة كبيرة للاقتصاد الصيني خلال هذا العام والأعوام القادمة تعتبر أدور تاني لطني تاني للجهازين الاستشاري سياسي وتشريعي أهم حدث سياسي في السيني يجرى كل عام حيث تخطط فيه الحكومة السينية أولويات العمل لعمل مقبل مع تلخيص إنجازات العام الماضي وتقديم بعض السياسات الجديدة في مختلف الجوانب قال أسفر أمر صديق إن الدورتين لطنيتين لهما أهمية كبيرة وستجذبان الانتباه العالمي الدورتان المقرر عقدهما في بداية مارس هي مثار اهتمام محلي ودولي محلي باعتبار أن الحزب الشيوعي الصيني حقق طفرات كبيرة جدا في التنمية في الخدمات الاجتماعية في مجال الصحة في مجال التعليم في كوافة المجالات فهذه الطفرة التي حققها الحزب الشيوعي الصيني سوف تعزز خلال الدورتين القادمتين هاتين الدورتان سوف تأتيان بممثلين آخرين حتى يعملون في مؤسسات الدولة فبالتأكيد هؤلاء عندما يأتون سيعملون على تعزيز ما تم إنجازه حتى الآن فهذا داخليا أما خارجيا فهذا بالتأكيد سيدعم الاستقرار العالمي سيدعم الاقتصاد الدولي خاصة وأن الصين عضو في مجلس الأمن الدولي وتزعى إلى فض النزاعات في العالم لأنه بدون فض نزاعات في العالم وإسكات صوت البندقية في كل أنحاء العالم لن يتطور الاقتصاد العالمي نحن في أفريقيا أو في القرن الأفريقي نشكر الصين على مبادرتها وخاصة مؤتمر الأمن والسلم في القرن الأفريقي ووثيقة الشراكة الاستراتيجية للتنمية والسلام في القرن الأفريقي